اشتركوا في القناة ويعد أحد المشاريع التي تناله اهتماما من قبل المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب احتفت الوزارة بالمدارس الحاصلة على تغديرات عالية في الدورة الثالثة من مراجعات هيئة جودة التعليم والتدريب حيث استقبل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعم وزير التربية والتعليم بديوان الوزارة بمدينة عيسى مدير ومديرات المدارس الحاصلة على تغدير ممتاز وجيد مشيدا بجهود الهيئات الإدارية والتعليمية في هذه المدارس والتي أدت إلى تحقيق تلك النتائج المشرفة والتي تعد إحدى ثمار تطبيق برنامج تحسين أداء المدارس شعورنا بحتحقيق الامتياز ناتج من عمل أربع سنوات متواصلة لمدرسة السارة الثانوية وهذا نتيجة من الرصد والمتابعة ودراسة واقع المدرسة أنا سعيدة جدا وفخورة بحصول مدرسة للمرة الثانية على امتياز من هيئة جودة التدريب والتعليم وكل هذا في سبيل البحرين ورقي التعليم في مملكة البحرين حصلت مدرسة القادسية مؤخرا بعد زيارتها الضمان الجودة على تقدير ممتاز طبعا ارتفعت في جميع المجالات وهذا اندل على شيء فإنما يدل على متابعات حثيثة وضعتها وزارة التربية والتعليم ومتمثلة في وزيرة التربية والتعليم والإدارات التعليمية حصلت المدرسة على دعم كبير بفضل جهودهم وجهود المنتسبات كانت المدرسة المستوى جيد في جميع المجالات وانتقلت إلى ممتاز في جميع المجالات قفزة نوعية كانت التقييم الدقيق للواقع المدرسي والوقوف على جميع التحديات محاولة التوظيف الأمثل للكوادر المدرسية والموارد الموجودة في المدرسة نفتخر بحصول المدرسة على تقدير امتياز بلا أي توصية خلال الزيارة كانت النقلة كبيرة للمدرسة لانتقالها من المرضي في جميع المجالات إلى الممتاز الحمد لله رب العالمين وكان شعور بالفرحة وشعور بالسعادة حققت المدرسة قفزة نوعية بحصولها على مرضا إلى ممتاز وتعتبر ثاني مدرسة على مستوى المدارس بنين تحقق الممتاز وأشار الوزير إلى الدور الذي يقوم به برنامج تحسين أداء المدارس في الارتقاء بالبيئة المدرسية وتقديم أفضل الخدمات التعليمية مؤكدا حرص الوزارة على التقييم الذاتي لأداء مؤسساتها من خلال الجهات المختصة مثل مركز القياس والتقويم بالوزارة والتقارير الصادرة عن هيئة جودة التعليم والتدريب بما تحتويه من ملاحظات على أداء المؤسسات التعليمية إلى جانب المشاركة في الاختبارات الدولية في الرياضيات والعلوم تمس والاختبارات الدولية في مهارات القراءة بيرلز وكذلك المشاركة في الاختبارات الوطنية والتي تهدف إلى تقييم وتطوير أداء المدارس والطلبة وذلك ضمن سعيها المستمر والحثيث للارتقاء بمخرجات التعليم وتطوير المناهج الدراسية حضر اللقاء الدكتور محمد مبارك جمعة وكيل الوزارة للموارد والخدمات وعدد من المسؤولين بالوزارة الجدير بالذكر أن المدارس التي تم تكريمها هي ابتدائية سكينة بنت الحسين للبنات وابتدائية أبو فراس الحمداني للبنين وابتدائية هاجر للبنات وابتدائية سار للبنات وابتدائية القادسية للبنات وابتدائية المحرق للبنات وابتدائية عائشة أم المؤمن للبنات وثنوية سار للبنات وهي المدارس الحاصلة على التغدير ممتاز وكذلك كل من ابتدائية أبو العلاء المعري للبنين وابتدائية طليطل للبنات وابتدائية النبي صالح للبنات وابتدائية سند للبنات وابتدائية الجزيرة للبنات وابتدائية حفص أم المؤمنين للبنات وابتدائية القدس للبنات وابتدائية أسماء ذات النطاقين للبنات وابتدائية البسيتين للبنات وابتدائية سترة للبنات ومدرسة الديه لابتدائية الأعدادية للبنات وعدادية قرطبة للبنات وثنوية الحورة للبنات وثنوية المحرق للبنات وهي المدارس الحاصلة على تقدير جيد